اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى رحاب حلقة جديدة من مسابقة العميد لتلاوة القرآن الكريم والتي نطل فيها وإياكم من مدينة الحب والسلام من كربلاء الحسين الشهيد وأخيه العميد أبي الفضل العباس عليهم السلام كما أرحب بأعضاء لجنة التحكيم التي تضم رواداً في مجال التلاوة وعلوم التجويد أرحب أجمل ترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور باسم العابد حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله مرة أخرى سلامكم الله كما أرحب أيضاً بعض لجنة مراجعة المصاحف في وزارة الأوقاف الجزائرية فضيلة الشيخ عمر بوسعدة حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبياكم أخي العزيز محمد كما أرحب أيضاً بأستاذ القراءات العشر ومن الجمهورية العربية المصرية الأستاذ محمد فهم عصفور أهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً بك حبيبي الله يسلمك وبارك بعمرك كما أرحب أجمل ترحيب بالأستاذ والمبتهل عماد رامي من سوريا أهلا بكم أستاذ عماد حياكم الله أخي كريم بارك الله فيك وأيضا أرحب أجمل ترحيب بالأستاذ القارئ والمنشد الدولي السيد كريم موسوي حياكم الله سيد كريم أهلا وسهلا مرحبا بكم حبيبي محمد وختاما أرحب أجمل ترحيب بقارئ ومؤذن العتبتين المقدستين السيد حسنيا الحلو حياكم الله سيد حسنيا وتقبل الله أعمالكم أهلا ومرحبا بك وتحية طيبة لكل الجمهور الكريم على بركة الله نبدأ بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك المجيد ننصت إليها بصوت قاري ومؤذن العتبتين المقدستين السيد مصطفى الغالبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رب يا الله والله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله 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 مولاي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اللذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراب ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم في أحد المحافل القرآنية رفع ابن ست سنوات يده طالباً للمشاركة بقراءة سورة الشمس ومن وقتها بات نجم المحافل القرآنية في محافظته ليتأهل بعدها للمشاركة في العديد من المسابقات المحلية والدولية من العراق أحمد البدري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قال كَلَّ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قال أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْذًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُ مَا إِذًا وَأَنَ مِنَ الْظَّالِينَ فَفَرَلْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعْلِيُ الْعَظِيمُ يقرؤون ويرتقون ونرتقي معهم عند كل آية يقرؤونها نعم شكرا جزيلا للقارئ أحمد البدري من العراق حياكم الله وأسأل الله لكم التوفيق والعافية الحائز على الماجستير في العلوم الإسلامية شيخ عمر تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سبيلنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحمد عاد البدري كنت بدرا في تلوتك وأجدت وأمتعتنا وشنفت أسمعنا ولينت قلوبنا لتلوتك ما شاء الله تقبل الله منك وجعل تلوتك ثقلا في ميزان حسناتك ولكن هذه التلاوة فقط لا تخلو من بعض الهنات ليست ملاحظات وإنما هنات فقط تزيد حسنا وإتقانا وجودة وجمالا فمثلا انتبه للعين فلا نقول معاكم معاكم نعلم أن العين من حروفي التوسطي كذلك رخاوة الحروف عندما يكون حرف رخوا حتى نعطي زمنه ولا بث تافينا لا نقول ولا بث تافينا فلديه زمن فنعلم أن زمن ساكن رخو أطول من زمن المتوسط والمتوسط أطول من زمن الساكن الشديد وتجنب السكتات بين الكلمات ولا بث تافينا إذن كأنها سكتة وهنا لا توجد سكتة ونعلم أن السكتات لها مواضعها ولها تواترها فأحسنت صنعا وبارك الله فيك وزدك الله حسنا وإتقانا وجمالا لأدائك للقرآن الكريم شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الشيخ باسم العابدي تفضل حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله أستاذ أحمد عزيزي الله يبارك بيك أنتم كما ذكر الأستاذ محمد أنكم درستم الماجستير في علوم القرآن أو العلوم الإسلامية وإن شاء الله تنفذون إلى النص القرآني وتدخلون إلى روح النص وتدركون الدلالات المعرفية في النص القرآني من خلال دراستكم أنا سمعت أنكم أصبتم بحادث أو شيء من القبيل بحيث فقدتم صوتكم وقرأتم هذه الآيات التي تنسجم مع هذه الحالة قرأتم في الآية ويضيق صدري ولا ينطلق لساني هناك توافق بين هذه الآية وبين ما حدث لكم في هذه القصة نعم إذا أمكن أن أستاذ أحمد والله يعني صلي تقريبا أكثر من حدود كم شهر صار عندي مشكلة بالأوتار صار عندي ورم هنا ما زال الورم موجود وأنا مع وجود هذه المشاكل الموجودة أقرأ يعني يعني فقط أسيطر حتى الصوت لا ينشز وإلا ليست القراءة اللي أطمح بها ولكن يعني ماكو طبيب ما رجعته يعني الوخز بالأبر والنتل الكهربائي لحد ما ما عرفوا شون السبب هذا الورم الموجود وأنا أسأل الله بحق القرآن أتشافى وأن يتشافى كل مريض وكل قار يعني ملاحظة على الرغم من هذا المرض الذي أنتم فيه إلى أنه تأهل واشترك وأصر على هذه المشاركة ما شاء الله ما شاء الله أستاذ أحمد أسأل الله لكم العافية سيد حسنيا الحلو في خدمتكم أستاذ أحمد تحية طيبة إلك وأنا ما عندي ملاحظات بقدر ما أذكر خواطر كثيرة عن أستاذ أحمد له صولات وجولات في المحافل القرآنية طبعا هذا الأداء اللي أدى أكيد أداء مبارك واحتراف عالي ومشهود له نعم ولكن في المحافل وقبل الإصابة كما فاجأنا الدكتور باسل العابدي نعم وذكرنا أستاذ أحمد فكانت له جولات يعني فوق رائعة في المحافل القرآنية طبعا تلاوة وإنشادا لكن في التلاوة يعني حقيقة الجمل اللي كان يؤديها والقالب اللي كان يؤديه بشكل عام كان يبهر الجميع أنا أتمنانا الموفقية إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى أنت أهلا للمرحلة القادمة نسمع أحمد البدر السابق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأستاذ عماد رامي لكم الكلمة والله يعني أنا أثر فيه كثير هذا الموقف اللي هو فيه خاصة الآيات اللي أختارها بس هذا ما يأثير على الدرجة عندك لا لا بالتأكيد هاي ترفع من درجاتك إن شاء الله نعم عنده أكيد يرتفع في الدنيا ويرتفع في الآخر إن شاء الله إن شاء الله صوت جميل ورائع ورغم أنه متعرض لهالمحنة هذه إن شاء الله ربي يعافلنا ياك إن شاء الله يتأذي أجمل في المراحل القادمة إن شاء الله إن شاء الله سيد كريم الله يشافيك أحمد الله يصفر إن شاء الله تمكن راقي وحرفي بالتنقيم شوية تزامن مع الارتباك والتحفظ فالله يوفق إن شاء الله والأهم إحساس الجميل وصل إحساس أحمد وصل إحساسه الله يحفظ إن شاء الله ويشافي يا رب شكرا جزيلا الشيخ محمد فهمي أصفور الله يسلمك خبيب حياك الله أخي أحمد الله يبارك في عمرك وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء العادل صراحة أمتعنا بقراءته ولا يعني لا أحب أن أزيد عن أستاذي وشيخي الدكتور عمر فقط يعني لاحظته عندكم فقط في ركن الفصاحة طرعيد المدود شوية يزيد عن حده ونحن قلنا لا بأس بالأمر ما لم يخرج القرآن عن حده وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم أن تكون ممن يتبع حدود القرآن ويلتزم به ويجعله لكم زخرا وشفاء حبيبي الله يبارك في عمرك شكرا جزيلا لكم أستاذ أحمد البدري أنت بدر بشكلك الله أبك وبأدائك أنت أجمل نسأل الله لك التوفيق شكرا جزيلا لكم حافظ للقرآن ومثقن للغة العربية وفقه الله لتدريس العلوم القرآنية والفوز بعدة جوائز في مسابقات محلية ودولية من الفلبين المتسابق محمد نذير أصغر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مْرَا تِلْكَ آيَاكُ الْكِتَابِ الْمُّبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك ألصب ما أوحينا إليك هذا القرآن قرآن 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 إني رأيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قرآن 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 اشتركوا في القناة إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكلالك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى شاءني عقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام استمعنا لتلاوة طيبة من المتسابق محمد نذير أصغر من الفلبين طيب الله أنفاسكم على هذه التلاوة الطيبة وأنتقل إلى السيد حسنياً الحلو تفضلوا شكراً جزيلاً إليك محمد ولا أرواع نعم من ناحية الصوت أنت تعرف إمكانية صوتك يعني ما أدري أحنا اللي ما نعرف إمكانية صوتك لأنه أنت توصل إلى فتحة وخلص شو تجيب الجملة تسعدت فوقها ارتقى على قلوبنا واقعاً رائع جداً جداً رائع يعرف إمكانية صوتك بعدين الجوابات العالية المفروض المفروض يصير بها تكلف خصوصاً أنه جسمه مرشيق ما كان يتكلف بها صوت الطبيعي هو هذا يعني وأشار أيضاً أستاذ عماد يعني بالهمساً بهذا الموضوع والإحساس يبقى أيضاً ما ممكن يعني عادة قليل ممكن دمج هندن كلهن ولا أرواع بارك الله فيك فضيلة الشيخ عمر تفضلوا ما شاء الله ماذا أقول في محمد نذير أصغر عارفه كثيراً والتقينا عدة مرات في مسابقات دولية فأتمنى قراءته يعني أرجو قراءته لأنه كان يمتع ويبدع فوق الإبداع فحقيقة كنت رائعاً جداً وبارك الله فيك فتكلمت قبل أن تبدأ القراءة مع المشايق قلت لهم يستمتعوا وضعوا الأقلام فاستمتعوا وأنصتوا ما شاء الله كنت رائعاً وأبدعت وأكيد نعم يتكلم لغة العربية والتقينا سابقاً وكانت لنا معه جلسات قرآنية رائعة ماتعة فما الذي جعلك تصل إلى هذا المستوى ما الذي جعلك تحافظ على هذا الأداء يعني هناك من ربما من مسابقة لمسابقة يتغير وأنت لم يتغير أداؤك بقيت محافظاً فما هو السر الذي أبقاك محافظاً على هذا الأداء أولاً إخلاص إخلاص لله إخلاص الله أكبر أنا أوعدت نفسي أن لا أقرأ لا أقرأ القرآن بسبب ثمن الدنيا أنا أقرأ القرآن لله تعالى الله وحفظك الله وحتى أموت أنا عشت بالقرآن وكما قال لنا أبونا يعني عيشوا بالقرآن وموتوا بالقرآن كما كان أبي مات أنا أقوم إجلالاً إليك محمد واقعني بأداءك واحد هذا الجانب جزاك الله خير يا شيخ ما شاء الله لبرك لوالدك هذا جنب أخرى تحتاج إلى كلام والله نعم ولأدائك واحد وهذا الكلام الطيب أنا وصل إلى قلبي بارك الله ما شاء الله ما شاء الله أنا قمت بمكان أستاذ عماد ما شاء الله ويبرك السيد كريم موسوي تفضل أستاذي حبيبي الله يحفظك لمعت بصوتك وأدائك الباهر يعني أنا عندي كان أحساس بأن أنا صوتي يعني إلى مميزات وأتجول بين الطبغات ولكن اليوم شوية يعني خذان الشك أستمتع جدا وأنا حينما أسمع لصوت مثل صوتك يعني لا أتمنى أن القراءة تنتهي أستمتع رقفوا أبونا شيخ كبير أبونا شيخ كبير أنا عندي رقم واحد أبا أنا الشيخ الكبير أنا بيجمعوا العلامات من العقل فضيلة الشيخ باسم العابدي لكم الكلام بارك الله بكم بارك الله بك أخ محمد كانت تلاوتك جميلة وجذابة ومؤثرة حتى تأثر الجمهور والحكام والمحكمون وتأثرت أنا أيضا ولكن لا يعدم هذا التأثر أنك كنت غير دقيق في بعض وقوفاتك لا أذكرها ولكن لا بد أن تراجع النصوص القرآنية حينما تقرأها وإن شاء الله تكون على بينة من قراءتك وتتكامل هذه التلاوة شكرا لك ختاما مع الشيخ محمد عصفور تفضلوا إياك الله حبيبي وفعلا ختامه ميسك ويعني ما أقدر أتكلم بعد الإخوان لكن أنا أشير إلى نقطة يمكن بعيدة عن الاختصاصات شوي أنا رأيت في محمد وأمثاله من الإخوة غير العرب إعجاز القرآن كيف إعجاز القرآن لو كان إعجاز القرآن فقط في اللغة العربية لما كان لتحدي الياباني والصيني باللغة العربية معنا لكن إعجاز القرآن هو في الروح روح القرآن التي لبست اللغة العربية وتخللت إلى هذه القلوب وجاءت هذه القلوب وهذه الألسن تنافس العرب في كتابها هذا إعجاز قرآن وعندما نقول الإخوة الكرام يتفضلون يقولون عجم أو أعاجم هذا ليست كلمة معيبة أبداً لأن إمامنا الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول سمي المؤمن يقول سمي المؤمن علوياً لأنه على في المعرفة وسمي المؤمن قرشياً لأنه أقر بالشيء الذي أخذ عنه وسمي المؤمن نبطياً لأنه استنبط العلم وسمي المؤمن أعجمياً لأنه استعجمت عليه أبواب الشر فالمؤمن أعجمي حتى ولو كان عربياً لأنه استعجمت عليه أبواب الشر فهذه الكلمة ليست معيبة أبداً والجميع رأى إبداع محمد أنا رأيت فوق إبداع محمد رأيت إعجاز القرآن في لسان محمد فعلاً 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 يعني هذا ما يؤكد أنه كلام لدني من الله سبحانه وتعالى موفق حبيبي الله يبارك في عمرك ويديم عليك شكراً للجنة التحكيم حقاً يطرقون أبواب القلب ويعبرون كالشدى هكذا هم أهل القرآن محمد نذير أصغر من الفلبين شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم تفضلوا حياكم حياكم الله مشاهدين الكرام مستمرون معكم ولكن نأخذ فاصل ولنا عود مرة أخرى عند تقاعده الوظيفي لم يتقاعد من مسؤولياته بل بالعكس آمن بوجوب طلب العلم من المهدي إلى اللحد فبشر بحفظ القرآن الكريم ليثبت أن العمر ليس عائقاً أمام تحقيق الأهداف النبيلة نتعرف على جعفر كاظم عمران من محافظة بابل أنا رجل علمي عند سكاربا فأحب العلم وجدت أن القرآن كله علم فأحببته بشكل غير طبيعي كثير من الناس يقول أنا أصبحت كبير السن لا أستطيع أن أحفظ القرآن الحفظ للشباب أنا وجدت العكس تماماً أن القرآن لا يتعامل مع العمر وإنما يتعامل مع القلب بسم الله الرحمن الرحيم أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب طبعاً تراحت السنة تقول أكو واحد ما عده قلب كل عدها قلب نعم القلب يجب أن يكون منيب وقلب سليم سبحان الله هي هداية من الله عمر ستين سنة وأكملت القرآن في سنتين ونصف والله تغير بحياتي أشياء كثيرة بصراحة يعني الناس هي تحبني وأنا أحبها من قبل بس هسا جاد الحب يعني بصراحة يعني يعني ألاحظ شيء غريب يعني يعني الناس قامت أحبني أكثر أنا أحب الناس أكثر أريد أفيد الناس بأي شيء أقدر لي حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم ونرحب أجمل ترحيب بالحاج العزيز جعفر كاظم عمران من محافظة بابل وما أدراك ما بابل حياكم الله حاجينا وأهلاً وسهلاً بكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلامي إلى الأخوة والأعزاء الحضور جميعاً السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته وأطلب الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد حياكم الله حجينا تجربة نادرة ومنفردة ولكن سأترككم إن شاء الله مع الأساتذة الكرام لكي نبدأ هذا الحديث الممتع معكم حاجنا الكريم من بعد أمر الإخوة الأعزاء الحاجة أبو قصيح حاجة عفر كازم يعني صدقاً والله كم نحن فخورين بك وإذا الإخوان يأيدونا في هذا الكلام وإذا كنتم فخورين بيه حيوا بالصلاة على محمد وآل محمد وآل مصلي على محمد وآل محمد تجربة نادرة وتجربة رائعة وأنا دائماً في اعتقادي أقول بأنه الإنسان من لا يحفظ القرآن بل إن القرآن هو من يحفظه نعم والله سبحانه وتعالى من فضله عليك ومن رضاه عنك حفظك بالقرآن وأعطاك هذه الهدية في هذا العمر المبارك وأنت فعلاً والله صدقاً أنا أقولها من كل قلبي نموذج نموذج يحتذا به أنا أنصح دائماً بالحفظ لكن كل اللي يقبلوني عمر صغيرة لكن أن تأتي بعمر بعد الستين ويحفظ وأنا جلست معه قبل البرنامج يعني وعرفته أنه حافظ ومتقن شهادة يعني في هذا العمر وحافظ ومتقن فهذه يعني شيء رائع فوق الخيال أنا أريد منك بس سؤال بسيط نعم أريد أقول يعني أعرف انعكاس هذا الحفظ على علاقتك مع الناس في المجتمع بعد أن يعني الفرق بين قبل الحفظ وبعد الحفظ مع الناس الحقيقة الحفظ أنا كلامي مع الكبار يقول الكبير أنا عمر خمسين أو ستين أو سبعين لا أستطيع أن أحقظ الحفظ للشباب أو للصغار طبعاً أنا برأيي هذا الكلام غير دقيق نعم لأن القرآن يتعامل مع القلب نعم لا يتعامل مع العمر الله حلو ماشاء الله هذا انعكاس للقرآن على الكلام نزل في الروح لمنه على قلبك الله ولكن طبعاً القلب هذا أسوأ أحد يقول الله أكو أحد ما عنده قلب الله قلب لازم يكون منيب وسليم الله أنا عندي سؤال إذا يعني تجيبوننا عنه عادي عادي ما هو الدافع اللي دفعك في هذا الوقت المتأخر رح أجيبك نعم هل هي صدمة هل هو استئناس هل هو تأثر أنا حجيبك أنا حجيبك واقع معيشي واقع حال تأثرت به ودفعتها لحفظ القرآن الكريم ما هو الدافع الجواب الأول تقرب ولله تعالى والنعم هذا الجواب الأول الجواب الثاني هو قصة كل واحد عد قصة الحافظ عد قصة قال عد قصة القصة القصة اللي عدي طبعا هي مجموعة دوافع بسرحة أذكر واحدة منها هاي أنا الحقيقة رجل علمي لدي شهادتين باكالوريوس الأولى باكالوريوس هندسة كهرباء الكترون والثانية باكالوريوس في أحد السنين ذهبت لخارج العراق عندي شهادات من خارج العراق أجيب شهادة اختصاصية من خارج العراق فدخلت إلى أكبر مكتب العالم مكتبة أوكسفورت اللي هي بريطانيا فدخلت على المدير قلت له أريد أحسن عشر كتب علمية بالعالم باعتبايا رئيس الوفد الدراسي سوى لجنة الرجل أحسن عشر كتب قلت له علمية لازم ساينتيتيك بوكس قلت له أريد عشرة تن بوكس لا يريد أكثر أحسن عشر كتب حدث الإنجليزية كيف أحسن عشر كتب الحمد لله إنجليزية اللهم صلي على محمد وآل محمد حقيقة اتفاجئنا القرآن الكريم الآية باللغة العربية والتفسير أو المعنى باللغة الإنجليزية فقط العلمية يأخذون العلمي في هذه الآية ما هو الله تبالي في هذا الشغل يعني لماذا يفعلون ما هو القرآن؟ ما هو الله تبالي إلى أن خلصت مثل ما ذكر بأنه خلص الشغلات وتقاعد أجت هذه الفكرة يعني وكأنهم مفارقة أثنين أحسنتم كثيرا استفدنا كثيرا زائد الشغلات أخرى الحمد لله بدأت أحفظ القرآن في كل شهر أحفظ جزء كامل رسالة أخيرة توجهها لكبار السن والله لكبار السن يبدأ بالحفظ من هذه اللحظة هذه اللحظة من الآن؟ لا يخاف من هذه صفحة واحدة نعم صفحة واحدة نسأل الله لكم العافية الحاجة لن نصب صفحة نعم من هذه اللحظة لا تقول أن عمرك مئة لا مشكلة أحفظ يعني أنه يدعان معاقل هذا الطبع لا علاقة بالعمر حاجة تستحق حلقة كاملة صلى الله نسأل الله لكم التوفيق والعافية الحاجة عفر كاظم عمران نسأل الله لكم التوفيق والعافية شكرا جزيلا لهذا الانضمار شكرا لك أثناء إحدى الحصص في المدرسة يدخل المرشد التربوي إلى الصف يحاول أن يشغل الطلاب بعمل ما فيطلب منهم قراءة بعض الآيات القرآنية ليظهر من بينهم نجم طفل قارئ كان يتردد مع أخيه إلى مركز حفظ للقرآن ومن بعدها صار الطفل محمد من القراء البارزين في مدرسته وبعدها في المسابقات القرآنية محمد قديمي من إيران بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ترجمة نانسي قنقر 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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ترجمة نانسي قنقر 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 وإذا رأوا تجارة أولى ورنفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام الكبير بأدائه والصغير بعمره جاء إلينا من إيران مع أستاذه ومعلمه المتسابق محمد صالحي قديمي شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة الطيبة وننتقل مباشرة إلى السيد كريم موسوي تفضلوا سيد كريم محمد حبيبي أحسنت وأجد حفظك الله وجعلك الله من حفاظ كتابه الكريم وحفظ الله والديك وحفظ الله أستاذك نعم شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ باسم العابدي لكم الحديث أحسنتم يا محمد صالح بارك الله بك أني ألّك قربك مع القرآن وفي القرآن إن شاء الله ورد في الرواية الشريفة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه إن شاء الله يختلط القرآن بلحمك ودمك وفكرك وهنيئا لمعلمك وقد ورد في الرواية الشريفة الآباء ثلاثة واحد منهم أب علمك فالمعلم هو أب أيضا وأبارك له هذا التعليم وهذا الولد الذي سيكون مع القرآن إن شاء الله الله يبارك بيك محمد صالح يا حبيبي إن شاء الله أستاذ عماد رامي لكم الكلام إن شاء الله تبقى من الأوائل بس أرجو منك أن تدرس تدرس المقامات وتدرس يعني الشيء المناسب للقرآن الكريم بارك الله أستاذة ومعلم أكيد موجود وإن شاء الله بس سمعت أنه كان المريض نعم ندعو له وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله الشيخ محمد عصور الكلام لكم تفضل هياك الله حبيبي خيلي زيبا خيلي خيلي آلي بود أسمع 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 ما شاء الله ما شاء الله هنيئا هنيئا مريئا والداك عليهم ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملاء أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا ما شاء الله ما شاء الله يعني جميل جدا جميل جدا أن يختلط القرآن بلحمك ودمك منذ الطفولة الموذج يحتذا به طبعا طبعا ولكن كما قال أستاذنا أستاذ عماد أنه لابد أن يدرس ويثقل هذه بالدراسة والعلم حتى تكون على بينه وعلى بصيره أسأل وشيخ ريدس من أهم هو يعرف الابتهالات هل يقرأ نعم ما شاء الله ما شاء الله محمد صالح قديمي أحسنت ما شاء الله وتيت مزمارا من مزامير آل داود جمالا في الصوت وجمالا في المظهر زينك القرآن وجملك فكنت رائعا وفي أغلب مخارج الحروف كانت سليمة رائعة فقط بقيت بعض الدقائق فقط ولابد من شيخ يريك شخصه مع مسك الختامة سيد حسنين تفضلوا وَآتَيْنَا وَلْحَمُ الْحُكْمَ صَبِيَّةَةَ من شاء الله أنا قرأت هذه الأية عسى وَلْعَلْ إن شاء الله تكون شفاء إلى إن شاء الله بعد فترة قليلة من تقليد الشيخ عبد الباصط الله يرحمه ينتقل بعد إلى تكوين تلاوة مزيجة ما بين القرآن حتى هو بعد يكون إلى لون أتينا داود زبورا وأتيناهم ازمارا نعم نعم الله يبارك عندما تتجاوز الموهبة حدود العمر نكون أمام أنموذج وموهبة كمحمد صالح قديمي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا تفضل هياكم الله من عمر الأربع سنوات دخل عبر والده إلى عالم القرآن الكريم حتى صار من أهل حفظه وتلاوته درس القانون لكنه ظل متمسكا بدستور الإله وناشرا لعلومه من ليبيا عبد الفتاح علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبَعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِطْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيمٍ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضَانِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ أَلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَيَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدَ رَبَّكَ وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ حياكم الله مشاهدين الكرام استمعنا لتلاوة طيبة القارئ عبد الفتاح من ليبيا شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة فضيلة الشيخ عمر تفضل عبد الفتاح عالي حيدر ما شاء الله كنت رائعا وجلست جلسة القراء الكبار وحاولت أن تؤدي وتحاكي القراء الكبار وبذلت الوسعى في ذلك وحاولت وجاهدت ومشكور على هذا الجهد يعني حقيقة أن أتيت من ليبيا ليبيا القرآن ليبيا الحفاظ أكثر من مليون حافظ هكذا في ليبيا تسمى ذا الليبيا مشهورة بحفظ القرآن الكريم والمتسابقون الليبيون في الحفظ الأوائل في أغلب المسابقات بسبب الحفظ الراسل يعني خمس الليبيين من حفاظ القرآن الكريم بالمسابقة معروفون بالتمكن في الحفظ وإتقان التلاوة كذلك وجودة التلاوة منذ زمن بعيد يعني ليسوا حديث الحفظ وإتقان التلاوة وأنت منهم يا عبد الفتاح عالي حيدر فمشكور على هذا الجهد وسمعنا أن لك نشاطا في كندا نشاطا قرآنيا في كندا فالقانون لم يمنعك عن النشاط في القرآن الكريم والقرآن هو قانوننا وهو دستورنا وبه حياتنا وبه إن شاء الله نجاتنا يوم القيامة فممكن أن تحكي لنا شيئا عن علاقتك بالقرآن الكريم خاصة في كندا بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على رسول الله طبعا بدايتي مع القرآن منذ الصغر كنت أذهب إلى المسجد صحبة والدي والدي أيضا محفظ قرآن نعم منذ الصغر إلى أن أتممت الحمد لله في عمر الثاني عشر ثم بدأنا أن نشارك في المسابقات وإلى ما ذلك وصلاة الترويح أيضا في الخارج وحاليا أدرس القرآن في كندا في موريال نعم الحمد لله في موريال في تورونتو تورونتو نعم موفق إن شاء الله أعني أذكي إن شاء الله موفق إن شاء الله إن شاء الله أن يعلم بك القرآن أجيلا وأجيلا مهم أمين شكرا السيد حسنيا تقييمك شكرا جزيلا لك شكرا لعزيزنا وضيفنا الكريم من ليبيا عبد الفتاح محاولة طيبة ونتمنى لها الموفقية أكيد ليبيا كما أشار أساتذتنا بلد الحفاظ إن شاء الله يوم من الأيام القريبة نسمع أنه ليبيا أيضا في مجال التلاوة تأخذ الصدارة عالميا ومن خلال هذه المحاولات الطيبة إن شاء الله تتطور أكثر وأكثر الشيخ باسم العابدي لكم الكلا أحسنتم أخي عبد الفتاح كما قال الأساتذة الأكارم أن ليبيا بلد الحفاظ وكما أنها بلد الحفاظ فهي بلد الثوار حيث ما يذكر اسم ليبيا يأتي إلى الأذهان الشيخ عمر المختار وهذه إشراقات نورانية على المجاهدين والثوار في العالم فهي بلد الحفاظ نعم ليبيا والجزائر وهذه الدول الإسلامية في شمال أفريقيا من الدول التي وقفت بوجه الاستكبار العالمي أو الاستدمار كما يقول أخي الشيخ أبو عزيزة أبو سعدة شيخ عبد الفتاح أنا حينما سألتكم عن قراءتكم في الوقف والابتداء ووقوفاتكم قلتم نحن نقف على ضوء وقوفات الشيخ الهبطي ولكنكم لم تلتزموا بالشيخ الهبطي ووقوفاته فأعني تركتموها في كثير من المواضع هل لأن نفسكم قليل وضعيف أم لأنكم لم تقفوا على وقوفات الهبطي أبو كان أكثر شيء وقفت على رؤوس الآيات رؤوس الآيات أنتم وقفتم على رؤوس الآي والشيخ لم يقف على بعض رؤوس الآيات كما أنكم وقفتم على بعض المواضع التي لم يقف عليها ولم يقبل الوقوف عليها أنصحكم بالمراجعة أنصحكم بالمراجعة لوقوف الشيخ الهبطي والاستفادة من وقوفاته كما أنكم كررتم يبدو أنكم لم تعلموا بالتعليمات التي قلناها للقراء المشاركين شيخنا هو نبه في البداية قال أقف الوقف الهبطي ولكن ألتزم برؤوس الآية هو قد نبه على هذه النقطة قبل أن يقرأ ندع له رؤوس الآية وفي المجالات الأخرى شفع عليك الشيخ ولكن في المجالات الأخرى ماذا نفعل لك فيما وقفت عليه في غير المواضع وتفننت في الوقوف بخلاف الشيخ الهبطي جزاك الله خير إن شاء الله قدمك تثبت وتقف في المواضع القويمة الجيدة المهمة حتى تعكس للعالم ماذا كان يقول وماذا كان يفعل الشيخ عمر المختار أنتم أبناء عمر المختار فكونوا كما كان عمر المختار بارك الله بكم السيد كريم موسوي رأيكم شكرا عبد الفتاح حبيبي الله يخليك عليك بالتركيز والإتقان عند أدائك للمقامات والتنقل بين الطبقات يعني هنا شوية شفنا نشاز عندك فما أدري عندك يعني صحية مشكلة أزمة صحية عندك كانت صوتك نعم عندك نعم شوية والله إن شاء الله يشافيك يا رب والله يطيك الخير الشيخ محمد عصفور لكم الحديث الله يحييك حبيبي أخونا عبد الفتاح من أي مدن ليبيا ترابلس ترابلس أهلا وسهلا صراحة يعني تكمل الكلام الإخوان أنا عشت في ليبيا ثلاث سنوات وأبدع ما شفت في ليبيا هو القرآن بمرتبة التدوير ترتيل أنتم مشهورون بالترتيل ليس التلاوة يعني الترتيل أكثر أكثر عندكم برواية قالون عن نافع بالأربعة أوجه طبعا وأنت يعني واضح أنه أنت متأثر بالترتيل أكثر من التلاوة والقراءة جيدة رائعة وأداء مميز لكن لاحظت بعض التكلف أو التصنع في القراءة يعني هذا قد يؤذل الصوت ويؤذل حتى ممكن تتعب يعني يعني لا تستطيع أن تكمل القراءة بهذه الطريقة تحاول بقدر الإمكان اقرأ بطبيعتك الجمال في البساطة يعني كن بسيط وطبيعي وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والسداد الله يبارك فهمك الأستاذ عماد رامي نستمعه لغاية أنا كنت عم بدي أحكي الكلام اللي حكى الأستاذ أنت تاني مرة أحكي باقتصاصك أنت عم تحكي عن الصوت أنا بدي أقوله أنت تكلفت أنت خليك ضمن اقتصاصك أو سبعة وما قرأت قالوا أنه بارك الله فيك إن شاء الله أمورك بخير بإذن الله بس الله يعافينا يا أمين إن شاء الله عبد الفتاح ممثل ليبيا شكرا جزيلا على هذه المشاركة الله أمورك شكرا جزيلا حياكم الله أمورك شكرا جزيلا أمورك شكرا جزيلا أمورك تدخل أمورك شكرا جزيلا أسهل أمورك تدخل ونراك إن شاء الله في المرحلة المقبلة إلى ذلك الحين أستودعكم الله مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله المترجم للقناة المترجم للقناة